متابعيني جميعاً على قناة إنفو تيك فريو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يارب تكونوا بخير وبصحة وبسلامة مرحباً بكم في عالم الذكاء الاصطناعي كالعادة على القناة حيث المستحيل أصبح ممكن النهاردة هنتعرف على أحدث إصدارات جيميناي النهاردة هنتكلم عن تحديثات جوجل الجديدة الخاصة بهذا الموديل وهو جيميناي 1.5 برو 002 وجيميناي 1.5 فلاش 002 هذين النموذجين ترق عليهم هذه التحديثات عشان تغير من القدرات بتاعتهم أو الكابابلتز بتاعتهم لو بصينا بص عامة على جيميناي 1.5 برو 002 هذا الاصدار هو الأحدث والأكثر تطوراً في عائلة جيميناي أولاً بيتميز بقدرته المتقدمة في حل المشكلات المعقدة بيقدر أنه يتعامل مع كميات كبيرة من البيانات أو التعليمات البرمجية وبالتالي بيقدر يفهم السياق أو الكنتكست بشكل منطقي أفضل ده بيخليه أداء قوية للبحثين والمطورين أما بالنسبة لجيميناي فلاش 1.502 الاصدار ده بيركز أكتر على السرعة والمرونة هو أسرع من الاصدارات السابقة بيخليه مساري أكتر للمهام اللي بتتطلب استجابات سريعة بيقدر يتعامل مع مجموعة وسعة من المهام زي الترجمة زي التلخيص يجاوب على الأسئلة بالنسبة للقدرات الرئيسية الخاصة بالإصدارين هو الفهم الكامل للتكست اللي انت بتدهوله فبيقدر أنه هو يستجيب بشكل منطقي بناء على الكنتكست بلخص النصوص بيكتب حتى القصص والشعر الصور الإصدار جيميناي 1.5 برو أو 2 هو الأفضل في البرمجة عنده قدرة على أن هو يفهم ويولد التعليمات البرمجية وبلغات برمجة متعددة فبيساعد المبرمجين في كتابة الكود إصلاح الأخطاء فهم بنية البرامج المعقدة بالنسبة لمعالجة الصور والفيديو بالنسبة لكلا الإصدارين لديهم القدرة على تحليل الصور والفيديوهات وكمان استخراج المعلومات منهم كلا الإصدارين بيقدروا مع الوقت أنه يديك أداء أفضل بسبب التعلم المستمر بيبتد أنه يتعلم بشكل كبير جدا منك من خلال إدخالك للبيانات المختلفة فبيكون استجابته معاك أفضل وأحسن بالنسبة للاختلافات ما بين الإصدارين نقدر نقول بالنسبة لجيميناي 1.5 برو أو 2 القوة الحسابية بتاعته أكبر بيكون قادر على التعامل مع مهام معقدة فيها حسابات أما بالنسبة للسرعة فجيميناي فلاش 1.5 أو 2 بيتفوق أكتر وده بيجعله مثالي أكثر للمهام اللي بتطلب استجابات سريعة بالنسبة للتكلفة الخاصة بالاستخدام في الغالب بيكون إصدار برو أكتر تكلفة من فلاش إيه هي مجالات الاستخدام اللي نقدر نقولها كويسة جدا لهذه الإصدارين الجودات البحث العالمي ممكن تستخدم جيميناي في مجالات كتيرة جدا زي عالم البيانات والدكاء الاصطناعي تحليل البيانات بكمية كبيرة تكشاف أنماط تطوير البرمجيات كتابة الكود إصلاح الأخطاء خصوصا لو كانت بنية البرامج معقدة خدمة العملاء ممكن كمان تقدم دعم للعملاء وتجاوب على أسئلتهم التعليم المستمرة دي ميزة كبيرة جدا خاصة بالإصدارين دول بتكون أعلى من الإصدارات السابقة هم إصدارين قويين مبنيين في الأساس على جيميناي 1.5 Pro جيميناي 1.5 Flash ولكنهم محققين تطور كبير حتلاحظوا أثناء الاستخدام تعالوا بقى نطبق بشكل عملي داخل جوجل AI ستوديو على كلا من الإصدارين الجداد من جوجل ونشوف إمكانيات الاثنين يلا بينا ورجعنا علشان نقوم بتطبيق عملي على الإصدارات الجديدة أول حاجة هعملها وهي المقارنة ما بين جيميناي Flash 1.5 وجيميناي Flash 1.5OO2 وحجرب جيميناي Flash 1.5 Experimental اللي احنا كنا اتكلمنا عنه اللي هو أحدث حاجة على الرغم ان هو لسه فيه مرحلة التجربية إلا ان احنا هنجربه مع جيميناي 1.5 Flash OOO2 علشان نشوف إيه الجديد اللي بيقدمه لي هبتزي هنا روح أعمل compare وأبتزي ان أنا أقارن ما بين 2 models الموديل اللي هختاره هنا وهو جيميناي 1.5 Flash OOO2 ده الحديث وجيميناي اللي احنا جربناه من قبل 1.5 Flash Experimental وهو في المرحلة التجربية وحبتزي هنا أحط الحاجة اللي أنا عايزة أقارن بها حبتزي هنا أرفع BDF لأن احنا اتفقنا ان جيميناي 1.5 كمان بيكون أفضل أو أداه أفضل مع التكست بشكل عام فحبتزي هنا أرفع ملف هنا BDF هنا ده assignment حبتزي هنا أقول له what is the main topic in this BDF وحبتزي enter أو run control enter وده ال user وهنا الموديل بيبتدي ان هو يرد هنا اللي اتنين ردوا لو خدت بيالك هتلاقي ان Flash 1.5 هتبصت لقي ان Flash 1 هتبصت لقي ان جيميناي 1.5 Flash OO2 الرد بتاعه موجز شوية عن الرد الخاص بي جيميناي 1.5 Flash Experimental وده اللي فعلاً حسب الكلام اللي موجود في البلوك زي ما احنا شايفين ان من المفترض ان الإصدارين الجودات دول هيكونوا أقل تكلفة بناء على انهم حيدوا توكنز أقل المخرجات بتاعتهم حتكون أقل ولكن مع التركيز على الإجابة الأساسية يعني مش حيدخلك في تفريعات كتير يعني لو انت خدت بالك هنا حيقولك ده من topic of BDF is negative impact of كذا؟ وإن سيمبلر terms ويبتدي يتكلم كتير هنا the main topic of the document is the negative ويبتدي يديك الشرح موجز ومهم ويركز من غير ما يكتب متراضفات كتير ويكتب كلام كتير وهنا هو ده الهدف من جيميناي 1.5 Flash OO2 عشان يقدرن هو يقدمه لك بتكلفة أقل تعالى كده نسأله سؤال تاني Give me the key points اديني the key points لو خدت بالك هتلاقي ان جيميناي 1.5 Flash OO2 أسرع من جيميناي 1.5 Flash Experimental خد 2.4 seconds سانيتين و4 من 10 من السانية في الإجابة وهتبصي تلاقي ايضا الكي points والنقط المفتاحية اللي موجودة هنا هو كان مركز بشكل أكبر في كلامه وعطاني توكنز أقل ولكن هتلاقي هو ده اللي انت هتحتاجه او المهم وحتلاقي ان جيميناي 1.5 Flash Experimental مطول شوية في النتيجة اللي طلعة طبعا ده بيبان أكتر مع الأسايمنت الكبير والأوراق البحثية الكبيرة والريسيرش الكبير وأي BDF كبير مش شرط يكون وراء بحثي حتبصي تلاقي الموضوع ده حيبان أكتر وحتحس بالتركيز في الإجابة يعني هيديك الإجابة الوافية والبركزة في نفس الوقت تعالوا بقى نجرب تجربة تانية أنا هبتدي أجرب جيميناي 1.5 Pro OO2 وأبتدي أجرب جيميناي 1.5 Pro Experimental حجربه في حاجة تانية أردى أشوف الPro والExperimental وPro متخصص أكتر في العمليات البرمجية وأيضا في الجزء المتعلق بحلول المسائل الرياضية تعالوا كده نشوف أنا هروح أجيبنا على موقع Question وحب أعرف الإجابة بتاعته عشان أشوف إزاي حيقدر إنه هو يحللي وأقدر أقارن في هذه الحالة ما بين the two versions هنا هبتدي أقوله Run هنا هبتدي زي ما إحنا شايفين زي ما إحنا شايفين جيميناي 1.5 Pro OO2 واخد وقت أقل في الحل المسألة أو math problem اللي قدامنا وهنا كان أيضا مركز وعطاني الإجابة يعني أنت لو رحت قارنت ما بينه وما بين الExperimental الإجابة واحدة الجزء المتعلق بالAddition 5 على 4 5 على 4 وهنا الجزء المتعلق بالMultiplication 3 على 8 أو 3 على 8 الإجابات زي ما إحنا شايفين واحدة ولكن اللي كان مركز في إجابته وعطاني كده الإجابة بالتفصيل الوافي كان الموديل اللي هو 1.5 Pro OO2 جديد وفي وقت أقل من 1.5 Pro Experimental تعالوا بقى نجرب تجربة أخرى وهي المقارنة ما بين جيميناي 1.5 Pro OO2 وجيميناي 1.5 Flash OO2 إحنا اتفقنا أن جيميناي 1.5 Pro متخصص أكتر في الحلول الخاصة بالmath problems أو المسائل المعقدة أو العمليات البرمجية بالنسبة لي Flash بيكون أكتر التعامل مع الميديا والتعامل مع التكست ولكن ده لا يمنع أن أنا أدي له مسألة يبتدي أنه يحلها أو Problem Math Problem يبتدي يحلها هروح أعمل Compare وهبتدي أروح لPro OO2 وهنا هختار Flash ولكن عشان تكون المقارنة عدلة ما بين الإصدارين الجدد هذه مثلا مسألة وأنا عايزة يبتدي أنه هو Math Problem وأنا عايزة يبتدي أنه يحلها لي طبعا Flash أسرع استجابة ولكن الأكثر دقة هو Pro 1.5 Pro OO2 هيكون أكثر دقة وتفصيلا وشرحا وتركيز على الحاجات المهمة من Flash وحاولك بقى على حاجة أهم لو بصيت في الإجابة يعني أنا حواليك دلوقتي المسألة وحلها هتلاقي هو عنده خطأ هنا في الAddition الAddition هنا مش هي دي النتيجة الصحيحة الملتيبليكيشن عملية الضرب هي صحيحة هتكون 3 على 8 أو 3 over 8 لكن الجزء المتعلق بالAddition فيه هنا خطأ والإجابة الصحيحة هي اللي قدامك فFlash سريعة لكن ممكن يعمل أخطاء في الحلول زي ما إحنا شايفين عشان كده Gemini 1.5 Flash OO2 مش مناسب للعمليات الحسابية أو Math Problems أو حتى للكودنج الأفضل هو 1.5 Pro ده بالنسبة لي المقارنة ما بين Gemini 1.5 Pro 2 وجمini 1.5 Flash OO2 وزي ما إحنا شفنا مين أفضل من مين زي ما إحنا قلنا في الأول بيبان جدا في النتيجة اللي أنت بتحصل عليها أو دقة النتائج اللي أنت بتحصل عليها فيه تحديث آخر من Gemini وإن شاء الله هنتكلم عنه بالتفصيل في الفيديو القادم أنا هنا بس حبيت أن أركز على Gemini 1.5 Pro 2 وجمini 1.5 Flash OO2 حبيت أن أركز عليه وإن شاء الله تكلم عن هذا التحديث في فيديو مستقل ونشوف إمكانيته أتمنى تكونوا استفدتم من فيديو النهاردة على قناة InfoTech for You يارب كل اللي بنقدمه يكون بنال رضاكم أشوفكم في فيديو قادم زي ما بقول لكم بتنسوش تعملوا Subscribe لقناة ويتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد لو بتشوفونا الأول مرة وعجبكم المحتوى ولو كنتم المتابعين الأعزاء ما تنساش اللايك والشير والكومنت دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته